أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا واضحة وسؤالي واضح هل الجزء التاني أو الترمي التاني تحديدا في الدراسة اللي بعد الأجازة الطلبة هتبدأ تدخله مصاريف الجماعات الجزء التاني ده الترمي التاني ده هيبقى في زيادة في المصرفات بص يا مدام عزة حالتك التعاملات المالية في الجامعات القاصة بيحكمها نص المادة خمسة من قانون الجامعات القاصة اللي بيقول إن الحركات المالية في داخل الجامعة هي من اختصاص أو حق أصيل للجامعات هي المسؤولة عن الإرادات هي المسؤولة عن المصرفات لا يتم عرض ميزانيات علينا ولا حاجة تقلصة أن ده يعتبر جزء من استكمال المشروع اللي هو له ناس وله مصاريف وما ينداي طبعا حضرتك جرت العادة أنه لما يكون في زيادة في المصرفات بيكون في بداية العام الآن وعمر ما بيكون في زيادات موجودة في منتصف العام لأن المفروض أن الاتفاق اللي حصل ما بين الطالب وبين الجامعة في أول كل سنة ما يعتبر كأنه زي عقد منهم عقد صحيح إنه ما تستمروا بيه السنة بالكامل من غير زيادات تحصل في النص تمام في نفس الوقت حضرتك جميع رؤساء الجامعات عشتين كويس أوي الوضع الاقتصادي الموجود في داخل البلد وإنه موضوع زيادة المصرفات في الوقت الحالي هي يعني غير وردة على الإصلاق خالص الحاجة التالتة وهي الأهم إن أنا ما جاليش أي شكوى تحت هذه الصيغة أنا معرفش السيد العوض المحترن بيتكلم على الزيادة بيتكلم على الزيادة في أني جامعة بعينها أو إيه شكل الزيادة اللي حصلت لكن أنا لو كان هذا موجود كان لازم الناس حتيك تشتكي أي فأنا ما عنديش شكوى واحدة بخصوص هذا الموضوع فأنا يعني ما داشتقول لك متأكد لكن ما جرع عليه العرف وزي ما قلت لحضرتك أنه ما يحصلش الزيادات في بدايات أكثر من الثاني طيب دكتور محمد أنا النهاردة كولية أمر أو أنا النهاردة كطالب من أول السنة اللي فاتت اللي احنا في أجازة نص سنة بتاعتها دلوقتي كنت عارفة أنا هدفع مصاريف السنة دي كام مش كده؟ يعني أنا عارفة المبلغ ككل وحدفع الجزء الثاني إمتى والجزء الأول إمتى وكده فبالتالي هنا زي ما حضرتك بتقول مش هيبقى فيه فرصة أنه يتقال لا ده الجزء الثاني المفروض لسه متبلغين بيه دلوقتي أو ترد أي شكوى بزيادة المصرفات في الجنة ده غير وارد ده كلام عظيم وبالتالي ما فيه الشكوى حصلت وما فيه الشكوى هتحصل إن شاء الله لأنه لا لا خالص وهل كل الطلبة دفعت المصرفات للترم التاني؟ جزء كبير جدا من الجامعات بدأت حتى بدأت تحصل المصرفات في الجزء الأخير من شهر ديسمبر بدأوا يتفعوا الجزء للترم التاني بإسم أنهم يخشوا على أول الترم اللي هو حيثيدي إن شاء الله بعد يوم تسعة ده أخر يوم في التجازة وهم قريد دفعوا المصرفات نعم متأيقلي إن 70-80% من الطلبة خلاص قريد دفعت المصرفات طيب تمام دكتور محمد لو فيه الطالب تعصر وأنا هنا بتكلم مع الجامعات الخاصة تعصر هنا بمعنى إيه؟ والده توفى والديته توفت حصل أخبطه في حياته وفي حساباته فبالتالي أصبح غير قادر على دفع مصرفات الجامعة وهو بقى في سنة تالتة أو في ربعة أو في تانية الحالات دي بتعمله معاها إيه دكتور؟ الحالات دي كلها حالاتك بتتعرض علي وأنا بحولها بعد كده لإستاذ رؤساء الجامعات وبأمانة شديدة كل إستاذ رؤساء الجامعات بيكونوا متعاونين جداً مثل هذه المواضيع حساب ما بيقدروا حجم المشكلة سواء كان بعمل تخفيض 25-50 بعض الناس لما يكونوا متفوقين بيمنح منحة كاملة طب كويس يعني حتى الجنب الإنساني ده ومراعاة الظروف موجود في الجامعات الخاصة متوفر جداً جداً ولو كان الموضوع سلطته أعلى من سلطة السيد رئيس الجامعة بنلجأ إلى سلطة السيد رئيس مجلس الأماناء اللي هو صاحب الجامعة وكل الناس بتبدي قدر عالي جداً من التعاون في هذا الموضوع الله بنا يطمينك ويعني مهمة أوي أعتقد أننا كنا نسأل السؤال ده لأنه محدش خالي من الظروف أو من مواقف الحياة وبشكرك للتوضيح لأنه كان مهم التوضيح من قبل حضرتك أنا عايز أقول حضرتك قد يكون سيادة النائب لأنه ذكر الجامعة الأمريكية تحديداً فقد يكون هو الموضوع مختلف الموضوع مختلف هل الجامعة الأمريكية تابعة لحضرتكم؟ لا الجامعة الأمريكية مش تابعة ليا لكن هايك عارفة أن الجامعات دي زادت بتبعية زيادة سعر العملة ما هو ده المشكلة نعم يعني حضرتك هو ساعة ما حصل تغيط بسعر الدولار هي مصاريف جامعة المصاريف الجامعة الأمريكية زادت تلاتين في المنزل نعم لكن إحنا عشان كل جامعاتنا الخاصة والجامعات الأقلية أي عطلة مقومة بالجنيه المصري بالجنيه المصري فإحنا طبعاً ما تأثرناش بهذا الموضوع لكن بعض أفرع الجامعات الأجنبية تأثرت بالفعل سعر العملة أي وطبعاً الجامعة الأمريكية سوف تتأثر هي في نفس الوقت واللي أنا شايفه أن الجامعات بتحاول تعمل كل الحلول الممكنة لحل هذا الموضوع حتى بالنزول بسعر العملة يعني تتحمل الفرق الجامعة طب كويس هل الجامعة الأمريكية تعمل ده عند حضرتك المعلومة؟ لا أنا عندي بعض الأفرع الجامعات الأجنبية العملت كده اللي هي تبعي لكن أنا معرفش الجامعة الأمريكية عملت كده لأ عشان أكون أمين مع حضرتك لكن اللي إحنا بنتكلم عليه أن ارتفاع سعر المصاريف في هذا الموضوع مش بإيد الجامعة ومكانش وسيلة من وسائل الاكتساب هي أصلاً لمجرد تقويم سعر العملة بقى فيه مشكلة أي لكن حضرتك الجامعة اللي تبع حضرتك الجامعات اللي تبع حضرتك تحديداً دكتور محمد الجامعات اللي تبع حضرتك هم يتعاملوا بعملة غير مصرية هم نزلوا في سعر العملة حضرتك على فرق سعر السوق يعني هو اللي حصل إن قيمة العملة في الماء وتفرد سواء كانت دولار أو سرديني كان لها رقم قيمة ما في السوق هم بيحزبوا الطالب على قيمة أقل هم يتحمروا الفرق قيمة أقل هم اللي بيحطوها ما هو طبعاً ما هو حصل ما هو يعمل إيه حضرتك ما هو بيدفع للجهة الأجنبية بالعملة الأجنبية مفهوم حيجيب العملة دي منين فهو بيتحمل جزء بالثمن العملة عشان ميحملش كله على الطالب يعني بيتقاسموا تقريباً بيتقاسموا بالضبط كقسمة الغرماء في فروق سعر العملة اللي هو حصل فجأة لهم تمام بشكرك دكتور محمد حلمي الغرب بشكرك فندم شكراً